أهلا بكم مشاهدين البداية بالملف النووي الإيراني حيث قال مساعد وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي إن محادثات فيينا بشأن الاتفاق النووي لم تؤتي نتائج بعد لكنها أحرزت تقدما جيدا من جانبه جدد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ناد برايس وصف المحادثات بأنها بناء مضيفا أنه مع ذلك يجب أن لا نسمح لتوقعات بأن تتجاوز ما نحن عليه الآن إشارات إيجابية تلك التي يبدثها واشنطن تجاه تهران جاء ذلك على لسان المتحدث باسم الخارجية الأمريكي ناد برايس الذي أكد استعداد بلاده لرفع العقوبات المتعارضة مع الاتفاق النووي عن إيران نحن على استعداد لاتخاذ الخطوات اللازمة للعودة إلى الامتثال لخطة العمل الشامل المشتركة بما في ذلك رفع العقوبات التي تتعارض مع خطة العمل هذه برايس أكد في ذات الوقت أن المحادثات ستكون صعبة لعدة أسباب أهمها الافتقار إلى الثقة بين تهران وواشنطن وهو ما حاولت إيران تذليله عبر فتح قنوات جانبية مباشرة مع إدارة بايدن قبل انطلاق محادثات فييانا وفق مراقبين كما أن الموقف الإيراني جاء متجاوبا مع ما أعلنت الولايات المتحدة إذ رحب الرئيس حسن روحاني بالموقف الأمريكي الجديد مبدئا استعداد بلاده للرد بإيجابية على أي خطوة أمريكية عملية ويبدو أن الأجواء في فييانا إيجابية هي كذلك وهو ما ظهر في كلام نائب وزير الخارجية الإيراني عباس عرقشي الذي أشار إلى أن المبحثات النووية تمضي بشكل جيد وبناء مؤكدا أن المبحثات ستناقش غدا مقترحات الخبراء ثم تستأنف الأسبوع المقبل لكن الاستعداد المتبادل من الطرفين قد يصطدم بسخرة الرفض الإسرائيلي رفض أبداه رئيس الوزراء بن يمين نتنياهو معللا ذلك بضرورة منع إيران من امتلاك أسلحة قد تبيد إسرائيل أقول لأصدقائنا المقربين دعونا لا نخطئ إن الاتفاق مع إيران من شأنه أن يمهد الطريقة لأسلحة نووية أسلحات هددوا بإبادتنا لن يجبرنا أحد على ذلك بأي شكل من الأشكال أمر واحد يجبرنا وهو منع الذين يسعون إلى إبادتنا من تنفيذ مؤامرتهم لم يبقى تهدين نتنياهو المبطن هذا كلاما بل ترجم إلى فعل ظهر في استهداف السفينة الإيرانية سفيز في البحر الأحمر وهو ما أكدته صحيفة نيويورك تايمز التي نقلت عن مسؤول أمريكي بأن إسرائيل أخطرت واشنطن بضربها السفينة الإيرانية وبررت ذلك بالانتقام من ضربات إيرانية سابقة استهدفت سفنا إسرائيلية بحسب المسؤول الأمريكي تحليلات متفرقة شارت إلى أن المواجهة البحرية الإيرانية الإسرائيلية التي خرجت مؤخرا إلى العلن تأتي في سياق الضغط على الرئيس الأمريكي جو بايدن بضرورة جعل قضايا الشرق الأوسط وخاصة تلك المتعلقة بإيران وإسرائيل على رأس أولويته لمنقشة هذا الموضوع ينضم إلينا من العاصمة الأردنية عمان الباحث في الشأن الإيراني نبيل عطوم أهلا بك سيد نبيل كيف تقيم مصار اجتماعات فيينا حتى الآن؟ مساء الخير سيهام أعتقد كما يقول النتائج الأولية كما توارد ذلك على لسان عدد من المسؤولين سواء الأمريكيين أو الإيرانيين أن هناك إشارات إيجابية في تقدير أنه ربما كان هناك مفاوضات غير معلنة ما بين الطرفين أو ما يعرف ببوشتي باردي خلف الستار تمخذت عن هذه الإشارات لكن في تقدير أن الأمور الآن من المبكر جدا الحديث عن أي تطورات خاصة أنه الآن هناك تشكيل لجان تقنية سوف تبحث عودة إيران إلى الاتفاق النووي وبمازال ذلك سوف تبحث ما هو المطلوب من الولايات المتحدة الأمريكية حتى تعود إلى هذا الاتفاق لكن المشكلة هو ما بعد الجلوس على طاولة المفاوضات الولايات المتحدة الأمريكية ومن خلفها الدول الضامنة للاتفاق النووي وأقصد هنا دول الاتحاد الأوروبي لا تريد العودة إلى الاتفاق المبرم بصيغته في حزيران من العام 2015 هي تريد تعديل هذا الاتفاق وفي ثلاث مسارات أساسية المسار الأول هو إذا كان جادب إيراني سيد نبيل قال بأنه سيتعامل بإيجابية مع أي خطوات أمريكية للعودة إلى الاتفاق النووي هل يمكن أن تكون هذه الإيجابية تتلاقى في مصار واحد مع ما طرحته الولايات المتحدة الأمريكية من أنها سترفع العقوبات التي تتعارض مع الاتفاق النووي هل سنشهد خطوات إيجابية إيرانية في الأيام المقبلة برأيك؟ سهام الآن الإيرانيين يراهنوا على شيء هو التراجع عن الخطوات التصعيدية التي قامت إيران بانتهاجها فيما يتعلق برفع نسبة التخصيب من 63% إلى 20% زيادة عدد أجهزة الطرد المركزي من 5070 جهاز طرد مركزي زادتها بحدود ألف جهاز طرد مركزي جديد رفع نسبة أيضا كميات الإيراني من المخصب إلى أكثر من 12 ضعف أعتقد إيران سوف تعتبر ذلك التنازلات التي قدمتها في موازات الولايات المتحدة الأمريكية التي تسعى إيران إلى رفع العقوبات دفعة واحدة وهو ما لا تريد واشنطن وبالتالي تم طرح ما يلي في الإعلام الإيراني السيناريو الأول هو الخطوة بخطوة بمعنى أن تقوم الولايات المتحدة الأمريكية برفع عقوبات مثلا في مجال النفط أولا ومن الخطوة الثانية أن تقوم إيران بمواجهة ذلك من خلال التراجع عن الخطوات التي تحدثت عنها قبل قليل هذه الخطوة كما يقول الإعلام الإيراني وبالذات المحافظة سوف يكلف إيران كثيرا لأنه مضمانات لقيام الولايات المتحدة الأمريكية بالقيام بهذه الخطوات دون شروط مسبقة على الجانب الإيراني الأمر الثاني الولايات المتحدة الأمريكية تريد تعديل هذا الاتفاق بمعالجة الثغرات الموجودة بما يضمن عدم عسكرة إيران لهذا البرنامج ولهذا طرحت عدد من أدول وساطات وتطرحها حتى الآن وهناك لقاءات في كل الاتجاهات لقاءات بين الأوروبيين والصينيين الروس والأمريكيين إلى غير ذلك في فيينا هل ستطمر هذه اللقاءات عن شيء أو تحدث أي اختراق فيما يتعلق بالملف النووي الإيراني يعني الدول الاتحاد الأوروبي تراهن على ما يسمى الدبلوماسية الفعالة والدبلوماسية متعددة المسارات للضغط على الجانب الإيراني لإجباره العودة إلى الاتفاق النووي الجانب الإيراني كما أعلن عن ذلك مرشد الثورة وضع خطوط عامة لأي اتفاق مستقبلي مع الولايات المتحدة الأمريكية ومع الدول الضامنة لهذا الاتفاق فيما يعرف بخفض التصعيد مقابل خفض التصعيد وأيضا ما يعرف بالدبلوماسية التي أراد من خلالها المرشد عدم التراجع عن ما يسمى بدعم وكلاء إيران وأصدقائها الموجودين في المنطقة بالإضافة إلى عدم التنازل فيما يتعلق بالبرنامج الصاريخ الإيران هذه ثوابت موجودة لدى الإيرانيين ودعين يسميه من غير الممكن التنازل عنها حتى إدراج الدول الإقليمية وبالذات دول مجلس التعاون الخليجي وإسرائيل في أي اتفاق مستقبلي وهو ما ترفضه إيران على وجه التحديد وتقول أن هذا سوف يعني تهديد المصالح الإيرانية من ناحية ولا يعقل أن يتم إشراك الدول التي تشترك بجرية جمهورة وهو ما يوقفنا للنقاش والحديث عن أيضا دور إسرائيلي في يعني عرقلت هذه المساعي للعودة للاتفاق النووي بنسبة لولايات المتحدة الأمريكية شكرا جزيلا لك من العاصمة الأردنية عمان الباحث في الشأن الإيراني